تاريخ الحياة تقول إنها فيها شيء روحاني عصي على التكرار وهي شريهان كل اللي حصل ده عملها نوع من التطهير كده من الشفافية والملائكية هي حالة خاصة جدا بجد لأن حياتها خاصة جدا منذ الطفولة يعني كمش بس على المرض منذ الطفولة حياة خاصة جدا جدا كويس نجاح وشهرة وأموال وكل حاجة وأضواء بس هي الجواها قوي البنت البسيطة المحبة اللي هي مش شايفة أي شيء تاني لا فلوس ولا أسر ولا فراء ولا شهرة ولا نجاح فيها شيء كده أبيض روحاني فعش كده هي حالة خاصة حالة خاصة عطاها أنا فاكر هقولك على مرة ساميل خفاجة فأنا فاكر في عيد ميلاده كتبت كلمة بالوثق كلمة رائعة فحبيت أنشرها بس قلت أدبيا استأذنها لازم تستأذن طبعا كويس وافتكرت أنها هي حتتبسط يعني يعني حاجة مكتوبة حلوة يعني حتى مش بس بتقوله بحبك وأنت عظيم الصياغة حلوة قوي يعني كان عجبني أنه فيه وجهة آخر أنه عندها لمسة أدبية وأنه دي الناس متعرفهاش فحبيت أنه أنا كمان أقدم ده فقالت لي لأ قلت لها ليه يعني قالت يعني أنا بحبه مش عايز يعني هي حست أنه إذا أشهرت هذا الحب كده يعني شوف حسبت حزبة تانية خالص لم تكن في بالي أنه يعني أنه الحب اللي هي بتحبه لسامير مش للتداول العلني ده حاجة جواها وهي لما بعتت ده لها ما كانتش قصدة تداول فما حصلش بعد كده بس سألتها قالت لي ممكن تنشر دلوقتي طبعا ننشر لا أنا حاولك إيه اللي حصل أنه لم يكون إنسان طلب منك حاجة حتى لو أنت مش مقتنع وأنا مش مقتنع طبعا مش مقتنع خالص وانت وعدتوا أنك ما تعملش ده قد تضعف إنسانيا في لحظة وتعمل ده وتقول برضو بالمنطق بتاعك ما كلمة حلوة فيها إيه بالعكس لها حتتبسط بوسامير خفاجة فالمهم قريب فكرتها قالت لي حكيت لي قالت لي أنا ما حبتش يعني إنه إن أنا أبقى مشاع على الملأ لكن الكلمة دي لو عندك انشرها كنت أنا لو مساحتها حبا خوفا خوفا من ضعفي لأن إحنا في النهاية الصحفي بيبقى ضعيف قدام المادة الحلوة يعني في لحظة ممكن تلاقي المادة الحلوة قوي عايز تنشرها اللي قالك عليها المصدر ده مش للنشر فقلت يعني إيه حنهي هذا الصراع ومساحت هي روحة الكلمة لكن المشاعر هي اللي باقي لا 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 مشاعرها طبعا سامير خفاجة بالنسبة لها أب روحي يعني وأكتر واحدة بكت على سامير خفاجة بعد الرحيل كانت شريهان وأكتر إنسان في عز مرض سامير خفاجة كانت هي يعني جزء منها بيتقطع عشان وكانت برضو شريهان يعني هي عندها كده تفاصيل في حياتها رائعة